زبدة القول زبدة القول سأضعها لكم في مثال حسي كي أقرب لكم غاية مقصود من كل ما تقدم من كلام في هذه الحلقة والأمثلة الحسية كما تعرفون تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثير لذا أتمنى عليكم أن تنظروا إلى الجهة التي أشير إليها فقط لا أن تذهبوا إلى التفاصيل الكثيرة في هذا المثال الحسي عندنا شخص يقف أمام مرآة صورته ظاهرة في المرآة وهناك مرآة ثانية تواجه المرآة الأولى في مواجهتها فالشخص واقف أمام المرآة الأولى صورته ظاهرة ظاهرة بالكامل في المرآة الأولى فهو في مواجهة المرآة الأولى وهناك مرآة في زاوية تواجه المرآة الأولى هناك مرآة ثانية الصورة التي تظهر في المرآة الأولى تظهر بنفسها في المرآة الثانية لكنها تظهر عبر المرآة الأولى لو أن المرآة الأولى تحرك ويغير اتجاهها فإن المرآة الثانية لن تظهر فيها الصورة إذن هناك صاحب الصورة وهو الأصل وهناك المرآة الأولى التي ظهرت فيها الصورة أولا وهناك المرآة الثانية التي ظهرت فيها الصورة ثانيا عبر المرآة الأولى هذا المثال جئت به لتقريب المضمون الذي تقدم ذكره ولتقريب المضمون الذي أريد أن أشير إليه فيما يرتبط برابطة سورة الإخلاص سورة التوحيد بأمير المؤمنين بعليا صلوات الله وسلامه عليه هناك ارتباط واضح فيما بين علي وبين سورة التوحيد وفي الحقيقة هو ارتباط بالحقيقة العلوية أساسا الله تجلى بمعناه أين تجلى معنى الله أين تجلى معنى الله بجماله وجلاله تجلى في الحقيقة المحمدية إنها المرآة الأولى والحقيقة المحمدية تجلت بالمعنى الذي تجلى بها في الحقيقة العلوية المرآة الثانية تشير إلى الحقيقة العلوية فالله تجلى في الحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية تجلت بنفس المعنى تجلت بمعنى الله في الحقيقة العلوية التي ظهرت لنا الله الله الظاهر لنا هو ما تجلت به الحقيقة المحمدية في الحقيقة العلوية وعلي وعلي إمامنا هو الاسم الأعظم للحقيقة العلوية علي سيد الأوصياء هو الوجه الأتم والأكمل للحقيقة العلوية صاحب الصورة هو الأصل والمرآة الأولى الحقيقة المحمدية حيث تجلى معنى صاحب الصورة في المرآة الأولى المرآة الأولى تجلت بمعنى الله الذي تجلى فيها في المرآة الثانية المرآة الثانية تجلى فيها معنى الله ولكن عبر المرآة الأولى وهذا هو الاسم الظاهر الله مثل ما مر علينا في حديث الاسم الذي خلقه الله فجعله كلمة تامة وأظهر منه ثلاثة أسماء أولها وسيدها الله ومن هناك تجلت الأسماء الحسنى الفاعلة هذا الكلام مر علينا في طوايا الحلقات الماضية من هنا يتضح لنا سر العلاقة والرابطة بين علي وسورة التوحيد فعلي هو المجلى الأعظم بين أظهرنا للحقيقة العلوية والحقيقة العلوية هو الله المتجلي هو الله الظاهر عبر عبر الحقيقة المحمدية التي تجلت في الحقيقة العلوية ومن هناك أشرقت الأسماء الحسنى هذا الحديث كان في أفق التوحيد في مرتبة الحقيقة المحمدية إنه الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا التفصيل مر علينا في الحلقات الماضية هذا البرنامج سيعاد بثه أتمنى عليكم أن تدرسوا دراسة حتى تنتفعوا من هذه المطالب لا أفرض عليكم ذلك ولكنكم إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عليكم أن تتأكدوا من هذه المطالب بأنفسكم إما أن تعتقدوا بها وإما أن ترفضوها فكيف يكون ذلك من دون دراسة من دون تدبر من دون تمعن من دون عناية ورعاية في المتابعة وفي التدبر في الحقائق التي طرحت في هذا البرنامج وإنني قد طرحتها بنحو موجز مختصر لأجل أن أجعل عدد الحلقات محدودا بقدر ما أستطيع لأن هذه الموضوعات إذا أردت أن أفتح الأبواب فيها على مصارعها فإنني سأحتاج إلى عدد هائل من الحلقات نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر